معتادة يتبادل الثنائي المتزوج مقاطع من أغنية متناسقة لتنشر رسالة في كل أرجاء الغابة بأن هذا الجزء من الظلة موطنها في الظلام أدنى أيقظت الجلبة ذكر الأورانغتان هذه الفصيلة الوحيدة من القردة حيث يستخدم كل الجنسين أصواتهما لطرد المنافسين في هذه الغابة الصاخبة تتمتع هذه الحيوانات بمزايا خاصة لطائر وحيد القرن قلنسوة مجوفة فوق منقاره تضخم صوته ليعلو فوق صخب الغابة ويحذر الدخلاة في الصباح الباكر يمكن أن ينتقل الصوت لمسافة أبعد بعشرين ضعفاً عن بقية النهار بالنسبة إلى الطيور الصغيرة يكون النداء الحاد طريقة لتخرق الضجيجة الخلفية تبحث بعض الحشرات عن شركاء محتملين ببث ترددات محددة جداً إنها ترددات تتمايز عن أغام الفصائل المتنافسة وأخيراً القرد الملكي الأحمر في الغابة الأورنغتان يؤكد حقه فوق جبل الوادي هذا لكن هذا القرد الكبير ليس الملك الحقيقي هنا المهيمن الحقيقي في النظام البيئي الاستوائي طوله ستون متراً الأشجار المجنحة الثمر تهيمن هذه الأشجار على غابات بورنيو وصمطرة تعيش أكثر من مائتين وسبعين فصيلة منها في بورنيو وحدها والغريب أن مجنحة الثمر تهيمن على هذه الجزر أكثر من أي مكان آخر على الأرض بما في ذلك الغابات المطرية في أفريقيا والأمريكيتين لم يتأكد العلماء حتى الآن لكنهم يظنون أن عزلة المنطقة لملايين السنين سمحت للأشجار المجنحة الثمر بأن تهيمن على الضلة بأسلوب لم يكن ممكن في أجزاء أخرى من العالم تعتمد قردة الأورنغتان على قوة مجنحة الثمر لتنام عليها لكنها قادرة على استخدام فصائل شجرية أخرى أصغر وألين منها لتتأرجح وتتنقل عبر الغابة وتثني الأغصان كيفما تشاه إنها تعرف كيف تختار الأشجار الصحيحة فقد يسبب أي خطأ إصابة بالغة وربما الموت والإناث أكثر حرصا مع حمولتها الثمينة قردة الأورنغتان قوية وتتسلق بحذر لديها ثلاث نقاط للتلامس قدمان ويد في أي وقت ولن تنزل سوى عبر الكرمة تبدو غير قلقة على صغيرها الذي يتدلى بطيش من فوقها تعلم أمهات الأورنغتان صغارها تعليما جيدا وعنب هذه الغابات من الأطايب التي تقدرها تنتشر على أرضية الغابة جوائز لذيذة للحيوانات التي تملك شجاعة كافية وخصوصا في صومطرة قط نادر النمر الصومطري يعيش في غابة هذه الجزيرة إنها أصغر فصائل النمور لا يتوافر منها سوى أقل من أربعمائة في البراغ اليوم تساعد الخطوط السنور الكبير على التماهي مع الأوراق للفصائل الصومطرية كساء أكثر سمكا لتحصل على تماهي أفضل في الغابات المدارية القاتمة لا تقتن الرئيسيات كلها في ظلة الغابة تقضي قردة المكاك الآكلة للسرطان معظم وقتها على ضفاف الأنهار والجداول هناك دوما ظلال لتحميها من الحرارة الشديدة هنا حيث تراوح بين 27 درجة مئوية و32 درجة في معظم فترات العام والرطوبة تصل إلى 80% وكما يدل اسمها فهي تصيد السرطانات على ضفاف الأنهار تسمى أحيانا قردة المكاك ذات الذيل الطويل حيث تملك أطول الأذيال نسبة إلى طول الجسد يصل طول الذيل إلى 60 سنتيمترا ويستخدم للمساعدة على التوازن بينما تقفز بين الأشجار للنجاة بين الحيوانات فإن لفصائل القردة نظاما غذائيا خاصا بها القردة الفضية الآكلة الأوراق نباتية صارمة لديها معدة مجدرة من ثلاث حجرات لتهدم نظامها الغذائية الغنية بالأوراق لكنها ستشق طريقها أيضا إلى أرض الغابة بحثا عن طعام تسمح لها أنظمتها الهضمية باستخلاص المزيد من المواد المغذية من الأوراق هذا التنوع الكبير من الحيوانات جزء من هرم غذائي حساس تتموضع على رأس هذه الشبكة الغذائية فاكهة صغيرة لا تكادط الحظ التين بينما تحارب بعض الأشجار والفاكهة مهاجميها بالسموم والدفاعات الشوقية ترحب أشجار التين بمحبي الفاكهة وفي مقابل ذلك يحمل كثير من الرعاة الشبعين بذور التين داخل معيدتهم قرادة الجابون السريعة تسافر عادة كيلو مترات متعددة يوميا أكثر من أي قرد أو سعدان هنا بالنسبة إلى هذه الشجرة فهي أهم مسؤولي الترويج تتوافر خيارات واسعة من الفاكهة أمام عائلة الجابون لتختار منها إنها علاقة رائعة تفيدها وتفيد الكثيرين في الغابة مذاق ورائحة فواكه كثيرة مناسبان لأذواق الكثير من الرئيسيات وكل ما يدخل جوفها سيخرج في نهاية المطاط هذه الغابات الكثيفة موطن للكثير من الكائنات الفريدة غير المألوفة لكن ربما الأكثر إدهاشا فيها هو أكبر ثدييا على اليابسة الفيل الفيل القزم من بورنيو هو الفيل الأصغر حجما في العالم أخاربه في المنطقة المدارية الجافة أطول منه بمتر ونصف المتر وأثقل منه بكثير تقترح إحدى النظريات أن عيشه على الجزيرة هو السبب فالموارد الغذائية الأقل تعني فصائل أصغر لكن بورنيو ثالث أكبر جزيرة في الكوكب أيمكن أن يكون غياب المفترسات القوية كالسنوريات الضخمة في أفريقيا سببا في كون الفيلة أصغر حجما؟ قد لا نتأكد من ذلك أبدا صغر الحجم مفهوم نسبي فيما يتعلق بالفيلة فهذه حجمها بضعة أطنان وتأكل 150 كيلو جراما من الخضار في اليوم تؤدي دورا مهما في إفساح مسافات ليتمكل الضوء من الوصول إلى أرض الغابة ما يساعد على إنبات النباتات وضوء الشمس هو ما تحتاج إليه البذور بالضبط لتبدأ رحلتها بالنمو نحو الأعلى فلنعود إلى صومترا حيث يجول ثدي نادر قزم آخر في الغابة وحيد القرن وحيد القرن الأفريقي أثقل بثلثي الوزن من فصيلة صومترا يمكن أن تؤدي العزلة أيضا دورا في اختلاف الحجم كانت صومترا متصلة بالأراضي الماليزية سابقا بجسور أرضية حين كان منسوب البحر أقل حين لا يتغذى على الفاكهة المتساقطة يجب أن يتمرغ في البرك الضحلة ليبرد جسده بالرغم من حجمه هو آخر ممثل لفصيلة وحيد القرن الصوفي المنقرب الفاكهة مهمة جدا للحيوانات في كل الغابات المطرية في المنطقة حيث عثر العلماء على صلة وثيقة بين عدد فصائل الحيوانات وحجمها وعدد الفاكهة التي تنتجها الغابة أينما تسقط الفاكهة يمكن أن تنمو شجرة في المستقبل إن كانت الظروف ملائمة لكن تربة الغابات المطرية المدارية شحيحة نسبيا بالعناصر المغذية تمتد الجزيرة على خط الاستواء تتعرض لمناخ مداري شديد يسرع عملية التحلل تبدأ خنافس الروث هذه العملية يعاد تدوير معظم المواد المغذية عبر الطبقة العلوية من التربة وتعاد إلى الأشجار في الغابات المطرية تكون أول 15 إلى 20 سنتيمترا من التربة أغناها بالمواد المغذية لهذا تنشر الجذور هنا على نحو موسع لكن لا تتعمق تمتد جذورها المدعمة في أرجاء أرض الغابة وتمتد الجذيرات الضحلة تحت بقايا أوراق الشجر إن الكفاح لتأمين المواد المغذية في تربة بورنيو الضحلة أفاد النباتات كثيرا بقطر متر واحد الرافليزيا أكبر زهرة مفردة في العالم تسمى أحيانا زهرة الجثة وذلك بسبب رائحتها الواخزة القوية تشابه بتلاتها المبقعة اللحم المتعث وإضافة إلى هذه الرائحة فهي تشع حرارة خفيفة حيث تغرذ ذبابا الذي يلقحها إنها نبتة طفيلية ولكونها لا تملك أوراقا ولا جذورا فهي تنمو مختبئة داخل مضيفها تظهر فقط عند بروز البراعم وتنمو لتصبح بتلات زهرة ضخمة هي تختار المتسلقات مضيفة لها لأن هذه النباتات تستطيع النمو عاليا في الظلة لتنطص أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس تتوافر مئتان وسبع وثمانون فصيلة من مجنحات الثمر هنا على بعد ثمانين كيلو مترا شرقا على الجزيرة الجافة سولويزي يعيش أقل من عشرة أنواع يظن أن مجنحة الثمر تزدهر في الطقس الشديد الرطوبة حيث يدوم موسم الجفاف أربعة أشهر فقط تتوافر عواشب ضئيلة في الغابة في كل مكان وهي تأكل قدرا ضئيلا من الورق لكن نمت بعض النباتات أوراق سامة لتحمي نفسها وبذكاء استطاعت بعض اليرقات التي تملك مناعة ضد سموم النباتات أن تخزن الكيمويات في أجسادها لتصبح سامة أيضا في المرتبة الأعلى من السلسلة الغذائية يجب أن تحذر الطيور عند اختيار حشرات لتأكلها الأنماط الغريبة والألوان الصاطعة تمثل تحذيرات للمفترسات لتبتعد عنها يجبر الضوء القليل في أرضية الغابة بعض النباتات على أن تنمو لارتفاع أعلى في ظلة الغابة وأن تتراكب فوق الأغصان ومن ضمنها أنواع كثيرة من السحلبية انظروا عن كثب فالسحلبية ليست الوحيدة هنا هذه ليست زهرة بل حشرة تدعى سرعوف السحلبية لا تبدو مثلها فحسب بل وتهتز مع النسيم كالبتلات أيضا يعرف هذا السلوك في علم الأحياء بالسلوك المتخفي بل ويمكن للسرعوف أن يحول نفسه إلى لون آخر إذا تغير شكل الأزهار تعتمد 90% من فصائل الأشجار في المناطق المدارية على الحيوانات لتلقيح أزهارها أو توزع بذورها تعرف هذه العلاقة باسم التنافع لبعض الطيور زوائد غريبة لتصل إلى أفضل الفاتحة من بينها قلنسوة أبي قرن التي باستطاعتها العثور على أفضل أنواع التين منقار أبي قرن الطويل مثالي للوصول إلى التين لكن لأن منقاره طويل جدا يضطر إلى دحرجة الفاكهة إلى حلقه في آسيا الاستوائية تسمى الفاكهة القديمة في شجرة دوريان ملكة الفاكهة حيث تأكلها حيوانات الغابة الأكبر مثل الأورنغتان والفيل ووحيد القرن تمرر البذور إلى أرض الغابة من دون هضم وهي أول شجرة على الأرض تعتمد على الحيوانات لتنشر بذارها عبر الروح في صومترا نادرا ما تنزل قردة الأورنغتان إلى أرض الغابة مقارنة بأقربائها في بورنيو انفصلت عن أقربائها في بورنيو منذ آخر عصر جليدي وربما قبل وقت أطول وفجأة تملأ حشرات الزيز الغابات بنداءاتها الصاخبة فوق البركة تستعد ضفاضع الأشجار لوضع بيوضها في كتلة رغوة بمجرد أن تفقس تسقط الشراغيف في البركة أدناها موسيقى اشتركوا في القناة